اشتركوا في القناة وما حولها من بلدات مخاوفوا حول حقوقهم المالية مع من تعاملوا معهم المواطنون في لواء البترة يتطلعون إلى جلسة يوم غدا بأمال كبيرة معقودة على الحكومة والنواب لإيجاد حل يحفظ الحقوق لأصحابها المأساة حصلت في المحافظة أكبر محافظة في المملكة مأساة لها قائمة أربع سنوات والحكومة على الطلاع عليها وعلى علم من عدة كل المسؤولين على الطلاع وبلغوا الناس بالحرف الواحد اللي بديوا يشتغل يشتغل ما فيه مشكلة في الموضوع هذا أين عيون أجهزتنا الأمنية عند تجارنا الذين اشتروا وباعوا وتاجروا بأقواتنا منذ أكثر من أربع سنوات ووصلت بهم المرحلة المتأخرة أن وصلوا حتى اشتروا الزرعة واشتروا الحلال واشتروا سياراتنا واشتروا كل شيء ولم يبقوا ولم يضروا أي شيء أمام الناس لا بد أن يكون حل هذه المحنة اللي هي بيع الشكات أو البيع بأجل بيع السيارات بأجل فهناك جلسة إلى مجلس النواب نحن كمواطنين من حرصنا على وطننا وعلى أهلنا وعلى ممتلكاتنا نعول على هذه الجلسة الكثير الكثير